غاز الضحك يغزو الأسواق المغربية آخر تقليعة في عالم المخدرات بالعريض في هسبريس يوماً عن يوم تغزو الأسواق المغربية أنواع مخدرة مختلفة من بينها مادة النايترس المعروفة باسم غاز الضحك المستعملة في صفوف الشباب والمراهقين مع ما تخلفه من أضرار كثيرة تصل حد الاختناق والموت إيقاف مروجي مخدر غاز الضحك بطنجة تكتب الأحداث المغربية عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني أعلنت توقيف مشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المادة المستعملة في التخدير الأبحاث المتواصلة في هذه القضية أسفرت وفق موقع 360 عن حجز 1075 لتر إضافية بمستودع بضواحي طنجة ليصل مجموع المحجوزات إلى 228 لترات المصلحة الولائية لشرطة القضائية بمدينة طنجة تجري حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة يكتب لستانفو لتحديد مصدر هذه الشحنة والمتورطين المحتملين في تهريبها وتخزينها